موسيقى خلال اتصال هاتفيا مع رئيس وزراء هولندا الرئيس السيسي يحادر من اية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية خلال اجتماع الحكومة الاسبوعية مدبولي يؤكد جهزية الدولة بكل الحوافز الممكنة لدعم قطاع الصناعة ابو الغيط ينادد بالصمت الدولي وعجز الامم المتحدة امام مجازر اسرائيل وفلسطين تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت درانيتش نشر اخباري مفصلة تأتيكم من التلفزيون النصري فمرحبا بكم اهلا بحضراتكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تلقيه اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الهولندي ماركروتا من اي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية ما ستسفر عنه من تدعيات كارثية على الوضع الانساني في القطاع مؤكدا على اهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة هذا واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول الاوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الاقليمي من خلال التوصل الى وقف اطلاق النار في القطاع وانفاذ المساعدات الانسانية مع التجديد على ضرورة التحرك نحو انفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقليمي وارساء الامن والسلام في المنطقة كما تطرق الاتصال الى العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية ما يتفق مع الزخم الذي تشهد العلاقات المصرية الاوروبية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الاسبوعية ذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة وخلال الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بالانابة عن اعضاء الحكومة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والامتاج الحربي ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الدكرى الثانية والاربعين لعيد تحرير سيناء وصارد مدبولي اهم مجريات والنتائج زيارته الموسعة الى محافظتي برسعيد وضميات حيث اكد ان الرسالة الاهمة التي تستهدفها الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات هي ابراز نتائج دعم قطاع الصناعة الذي اصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الانتاجية مشيرا الى جهزية الدولة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 20-24-20-30 وانجازات لجان الطاعن الضريبي وغيرها من الملفات المهمة الاخرى جاء ذلك خلال لقائه مع وزير المالية الدكتور محمد معيد الذي اوضح ان الوثيقة تهدف الى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية فضلا عن زيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل افضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبية تقدم فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف بخالص التهنئة الى رئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودان والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء واكد الازهر ان ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعا فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والارادة في عدم التفريط في اي جزء من تراب وطننا الغالي مضيفا ان المصريين لن ينسوا ما قدمه كنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس فداء لتراب هذا الوطن ودعا الازهر الشريف الشعب المصري الى استثمار هذه المناسبات لتكون دافعا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الاردوزكسية برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الثاني والاربعين اكدت الكنيسة المصرية ان ذكرى استرداد ارض سيناء الحبيبة تذكرنا بما دفع في سبيلها من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية واضافت انه حتى اليوم ما زالت تلك الجهود متواصلة للحفاظ على ارضنا وبصونها بالتنمية الشاملة بعدما قدم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها وانها تدعو الله ان يحفظ بلدنا مصر بكل اراضيها وينعم عليها بدوام الامن والاستقرار اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية البحرانية مشددا على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية الى افاق ارحاب جاء ذلك خلال استقباله لنظيره البحرانية احمد بن سلمان المسلم والوفد البرلماني البحراني المرافق له بمقر مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة حيث اكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين واتصالا بالازمة الحالية في قطاع غزة شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهيير القصري او الطوعي للفلسطينيين مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والاقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لاطلاق النار في قطاع غزة من جانبه اشهد رئيس مجلس النواب البحراني بالدور المصري الرائد عربيا مؤكدا على ان مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجية وبيت العرب وقوتها تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على انحاء قطاع غزة لليوم مئتين وواحد على التوالي تزامنا مع استمرار قوات الاحتلال بارتكاب العديد من المجازر حيث شنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في مدينة واحياء رفحة جنوبية القطاع ومدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمالا شمالا ومخيمي نصيرات والبريج ومدينة دير البلح بوسط القطاع كما استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بعد قضائف محيط مستشفى كمال عدوانا شمال قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي اسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في الأثناء أيضا استهدفت قوات الاحتلال عدد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في منطقة الواحة غربية بيت لاهيا هذا وأكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت ست مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية أصفرت عن استشهاد تسعة وسبعين شهيدا وستة وثمانين مصابا وأعلنت السلطات الصحية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى أربعة وثلاثين ألف ومائتين واثنين وستين شهيدا وسبع وسبعين ألف ومائتين وتسعة وعشرين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي منوهة إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة أو في الطرقات حيث لا تستطيع أن تصل إليهم طواقم الإسعاف والدفاع المدنية أعلنت دفاع المدني بقطاع غزة عن انتشال واحد وخمسين جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه التواقم الطبية في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي البحث عن جثامين سهداء في المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبية ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية نحو ثلاثمائة وخمسة وسبعين شهيدة في الأثناء يتواصل انتشال شهداء آخرين من مقابرة جماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث تم اكتشاف المقابرة الجماعية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي كانت تحاصرها لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم اعدامهم أثناء الحصار دعت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابرة جماعية في مستشفى ناصر والشفاء بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها وشددت على أن إسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب مشيرة إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وأحثت جنوب إفريقيا محكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية وفقا لمعايير القانون الدولي للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق واضح وشفاف وموثوق به بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيين كبيرين داهمت هما قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة استفان دوغريغ أنه يتعين أن يتمكن محققون لهم مصدقية من الوصول إلى المواقع مضيفا أنه يجب أن يتمكن المزيد من الصحفيين من العمل بأمان في غزة للإبلاغ عن الحقائق دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقلة بشأن التقارير حول اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة تم تدميرهم من القبل القوات الإسرائيلية وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن هذه التقارير تضطر إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الشبهات وظروف نظرا إلى احتمالية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن وأوضحت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على رأس الفتاة ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليها واحتجزوا بثمانها بعد استشهادها وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلية بأنه تم إحباط عملية طعن في طريق بشمال الخليل منوها إلى أن الفتاة حاولت ضع طعن جنود قرب موقع عسكري دون وقوع إصابات في صفوف الجنود موسيقى أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن هناك محاولة في صفوف الجنود تحديات خطيرة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام منها تطورات القادية الفلسطينية بشكل خاص والمتمثلة في مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته الوحشية على قطاع غزة جاء ذلك خلال ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السادسة والخمسين للجنة للجنة التنصيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة بمقر الأمانة العامة لا يخفى علينا جميعا أن هذا الاجتماع اليوم يعقد في ظل تحديات خطيرة تشهدها المنطقة العربية مرة أخرى وتأتي في مقدمتها تلك التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بمواصلة إسرائيل شن هجماتها الوحشية على قطاع غزة في تحدي صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في ظل صمت دولي غير مسبوق وعجز أمومي تمثل في شلل مجلس الأمن تجاه القيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جريمة الإبادة التي تجري في قطاع غزة ندد المندوب الدائم لدى فلسطين لدى جامعة الدول العربية سفير مهند العكلوك باستمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالبا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية جاءت تصريحات المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الطارق لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الوضع في غزة وتستمر إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية بقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من مئة وأحد عشر ألف شهيد وجريح أربع وثلاثون ألف شهيد وسبع وسبعون ألف جريح أكثر من سبعين بالمئة منهم أطفال ونساء ويستمر عجز العالم عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى قرابة سبعة شهور رغم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن آخرها قرار 27-28 بتاريخ 25-3-2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق النار فوري في شهر رمضان الماضي صرحت وزارة الخارجية القطرية عن المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة متوقفة الآن في الدوحة بقطر مع غياب الوفدين الأمريكي والإسرائيلية وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي قال إنه لا يوجد حاليا جدول زمني للخطوة التالية في مفاوضات وقف إطلاق النار حذرت منظمة العفو الدولية لدى نشر تقريرها السنوي من أن العالم على وشك أن يشهد انهيارا للقانون الدولي وسط انتهاك صارخ للقواعد في غزة وقالت المنظمة الحقوقية إن تجاه الإسرائيل الصارخ للقانون الدولي يتفاقم بسبب فشل حلفائها في وقف إراقة دماء المدنيين التي لا توصف في غزة إن مستوى الانتهاكات التي رصدناها غير مسبوق وقد رأينا ذلك بالتأكيد في غزة على مدى الأشهر السيطة الماضية مع وجود عدد غير عادي من الضحايا بين السكان المدنيين في ظل استخدام المجاعة كسلاح حرب ومع العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين ومقتل أكبر عدد من الصحفيين وأكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني ومع ضرر غير مسبوق للمدنيين تم تسجيله على الإطلاق لذا فإن هذه الانتهاكات ليست خطيرة للغاية فحزب بل إنها تحظى بتبرير أيضا إسرائيل تبرر كل هذه الانتهاكات والولايات المتحدة حتى وقت قريب للغاية كانت تفعل الشيء نفسها أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها استئناف تعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة وقالت وزارتها الخارجية والتنمية في ألمانيا إن برلين سوف تستأنف تمويل وكالة الأونروا وكانت الحكومة الألمانية قد أوقف في وقت سابق المساعدات للوكالة عقب مزاعم إسرائيلية تفيد بتورط موظفين بالأونروا في أعمال عنف تظاهر عشرات طلاب الأسادد المؤيدين لفلسطين في جامعة سدني للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطع وأقام المتظاهرون خياماً في الجامعة وساروا عبر الحرم الجامعي حاملين لافتات وأعلام فلسطينية مرددين هتفات مؤيدة للفلسطينيين مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي والحرب الجارية في قطاع غزة في الأثنى تشهد عدد من الجامعات الأمريكية المرموقة احتجاجات منذ أسابيع بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع ترجمة نانسي قنقر أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر أن الولايات المتحدة ستباشر قريباً بناء ميناء عائم قبلة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وقال رايدر أن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء الميناء العائم والرسيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط مضيفاً أن جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبط الاستعداد لتنفيذ المهمة يواصل معبر رفح فتح أبوابه يومياً أمام حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرح والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاد في المستشفيات المصرية عمل متواصل لا ينقطع ولا يتوقف هذا هو حال معبر رفح البري الذي يعمل على مدار الساعة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين فالمعبر يفتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حالة نقص الغذاء داخل قطاع غزة وإمداد ما تبقى من المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية المعبر يعمل دون إجازات رسمية فيومياً تدخل شاحنات الوقود من البوابة المصرية إلى الجانب الآخر حيث الأراضي الفلسطينية مما تساهم هذه الشاحنات في تشغيل أفران الخبز لتوفير رغيف عيش وغذاء للأشقاء هناك فضلاً عن مساهمتها في تشغيل المرافق الحيوية كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرح والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بتجهيز أحدث سيارات الإسعاف المجهزة بطواقم طبية متكاملة ومتخصصة وتستمر دخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية وكان آخرها دخول القافلة السابعة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي لا زال يواصل عمله في دعم الأشقاء تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني محمود جميل التلفزيون المصري السادسة متواصلة نتابع فيها بعد تمريره من مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ يقرر مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية التي ستعقد في المنامة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيها حيث تواجع المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطع غزة جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام اليوم لرئيس مجلس النواب البحراني أحمد بن سلمان المسلم والوفد المرافق له حيث شدد أبو الغيط على أن القمة تعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد مغربا عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان حجمها 95 مليار دولار من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع على مشروع القانون اليوم ليصبح نافدا وأضاف بايدن في بيان له أن القانون سيعزز أمن الولايات المتحدة وإرسال رسالة للعالم مفادها أن واشنطن تقف بحزم ضد كل من يهدد أمنها مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع وفي المقابل عارضت الصين بشدة إذراق ما وصفته بالمحتوى المتعلقة بتايوان في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي تضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايه وحثت بكين واشنطن على الوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان بإجراءات ملموسة وتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال محثرة من أن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان سيزيد من خطر حصول نزاع في منديق تايوان وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين في ثاني زيارة له في أقل من عام تهدف الزيارة إلى تجديد الضغط على بكين في مسائل مختلفة منها دعمها لروسيا مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقات بين موسكو وواشنطن أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أنها والولايات المتحدة قد أجري ممارات فضائية مشتركة لصد هجمات التشويش التي تقوم بها كوريا الشمالية على نظام تحديد المواقع العالمية جي بي اس وكذلك غيرها من التهديدات الفضائية ونقلت وكالة الأنباء عن القوات الجوية قولها إن سرب العمليات الفضائية التابعة للقوات الجوية وقوات الفضاء الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد شكل فريقا متكاملا لإجراء التدريب كجزء من تدريب الطيران الكورية وهو تدريب سنوي واسع النطاق للقوات الجوية جهود دؤوبة تقوم بها الدولة للتخفيف عن كهل المواطنين الأولى بالرعاية من خلال العديد من المبادرات الأهلية والحكومية ويأتي قطار الخير الذي يواصل رحلته بمختلف قرى ونجوع الدولة على رأس تلك المبادرات التي استطاعت أن تصل أو توصل الخير لكافة ربوع مصر يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية وفي هذا الإطار نظمت جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني معرضا للملابس الجاهزة بمحافظة البحيرة لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطامير والقرى التابعة له نحن طبعا عندنا كشفات بألاف المستفدين من مركز أبو المطامير بيتم عمل بحث على الحالات التي تستحق طبعا بنستقبلهم هنا في انتظارهم هنا مضيئة استراحة بيستراحوا فيها على الكراسي بيتم دخول الحالات عشرين بعشرين عشان يقدروا يستطيعوا أن يأخذوا براح في النقاوت الملابس ويأخذوا يوصلوا للقطع اللي هم عايزينها لطبعا السن مختلف وفي فئات مختلفة بالنقيم معرض ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية من داخل مركز أبو المطامير لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بتوابع المركز من كرة وانجوع النهاردة مستهدفين أكثر من خمس تلاف كطرة ملابس معنا مستفيدين أكثر من ستمائة مستفيد أسر كل أسر متوسط الأسر ستستفق من ثلاثة لأربع أفراد جميع الملابس بتوزيعها بالمجان وده في إطار جهود التحالف الوطن العامل لأهل التنمون المستفيدون من المعرض أشادوا بجودة الفعاليات التي يقيمها التحالف الوطني بنطاق محافظة الجيزة ودورها في تخفيف العبء عن كاهلهم كما أشادوا بجودة المعروض من الملابس إضافة إلى حسن الاستقبال من جانب المتطوعين بالمعرض شهدت مدينة العالمين الجديدة انتلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الأول تحت عنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة المؤتمر نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية على مدار يومين وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين وطلاب السياحة والفنادق على مستوى الشرق الأوسط المزيد في التقرير نتابعه مع حضراتكم من قلب مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والمدينة السياحية الرائدة على مستوى العالم انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تحت عنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين والباحثين في قطاع السياحة والضيافة بدأت فكرة المؤتمر من سنة تقريباً بنجهز له إحنا لاحظنا أن فيه تغيرات راهينا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في القطاع السياحي كله في السياحة على مستوى العالم وإحنا هدفنا الترويج للسياحة ومزيد من الطلب السياحي لمصر طبعاً فإحنا فكرنا إحنا إزاي نبص على الأفكار المبتكرة في المجال السياحي على مستوى العالم وإزاي إحنا نقدر نتغلب بيها على التحديات الموجودة لفترة دي موجود ممثلين من مختلف الجامعات العالمية سوف يساعد على تبادل الخبرات ما بين الجامعات والمتخصصين واليوم نتناول موضوع تنمية قطاع السياحة وتطويره من خلال الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي والزملائي يتناولون موضوعات التراث السقافي في العموم وخاصة تبادل السلع في أوروبا لأنه موضوع يسر النشاط السقافي بالمنطقة المؤتمر الذي يقام على مدار يومين يتناول العديد من المحاور العلمية منها محور الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة ومحور ريادة الأعمال والابتكار في صناعة السياحة والضيافة من ضمن المجالات الجديدة اللي بتاخذوا مجال السياحة هي مجال الذكاء الاصطناعي وطبعا بيأثر بشكل كبير جدا على مجال صناعة السياحة بنبدأ نلاقي الذكاء الاصطناعي ده بيستخدم في أكتر من حاجة خاصة التسويق من خلال مواقع الإنترنت فبنلاقي إن إحنا دلوقتي بنقدر نعمل برشيسينج للباكتجز وتذكر الطيران من خلال الإنترنت البحث بيكلم عن إيه؟ بيقيس إيه هي العوامل اللي بتأثر على نجيح وتقييم رائدات العمال خاصة اللي بيبتدوا لسا يدخلوا السوق بأفقار صغيرة ويبتدوا يشتغلوا عليها وينموها بعد كده رائدات الأعمال دول زي ما إحنا عارفين مصر بتدعم في رؤية عشرين تلاتة وعشرين رائدات الأعمال بشكل عام فالبحث بيخصهم بالذكر بيشوف إيه هي العوامل اللي بتخليهم من البداية خالص تشجعهم إن هما يخشوا المجال يبقوا أصحاب مشاريع مشاريع دي بتخدمهم بعد كده إن هما يقدروا يصرفوا على دخل البيت والأسرة إحنا في مكتبة الإسكندرية بنعمل على قموس أحمد باشا كمال هو قموس هيرغليفي عربي فرنسي وفريق العمل وإحنا بنشتغل على هذا القموس لأنه مكوم من 22 جزء أكتر من 13 ألف صفحة فبدأنا نفكر التولز اللي ممكن الحديثة باستخدام الزكاء الصناعي اللي هي تساعدنا إن إحنا نقرأ هذا المعجم وخلال الفعليات ناقش قطاع شركات صناعة السياحة والسفر والفندقة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم القدمات السياحية والفندقية لتسهيل حياة المسافرين حول العالم اختيار مدينة العالمين الجديدة لإقامة مثل هذه المؤتمرات يخدم أهداف المؤتمر لتطبيق أبحاثه على أرض الواقع هنا في مدينة العالمين باعتبارها نموذجا حضاريا ومدينة من مدن جيل الرابع أحمد الحسيني التلفزيون المصري انطلقت قافلة علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجة في محافظة البحر الأحمر ووقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف العلاج لمائتين واثنتين حالة بمختلف التخصصات بالإضافة إلى إجراء 26 فحصا معمليا بالإضافة إلى إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة قافلة طبية مجانية جديدة أطلقتها الدولة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرية أم الحويطات في سفاجة بمحافظة البحر الأحمر نقدم الخدمات كلها بالمجان من كشف وتشخيص وعلاج وعندنا يعني كافة الأدوية متوفرة واستهدفت القافلة خلال اليوم الأول توقيع الكشف وصرف العلاج لمائتين واثنتين حالة بمختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى إجراء 26 فحصا معمليا وكذا إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة نحن النهاردة في عيادة الأسنان بنقدم خدمة المواطنين عن طريق الكشف وصرف علاج مجانا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتضم القافلة عيادات الجراحة والباطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفليات وأصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين أنا أجيت للقافلة نعدة الحمد لله لعلاج مجان وكشف وخدمات على مستوى ونشكو القائمين عليها وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً والمناطق العشوائية والقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة الآن الموعد مع الجولة الاقتصادية بنشرة السادسة مع فاطمة خليل نتابع معها النشرة الاقتصادية أهلا بك فاطمة أهلا بك نوة توفية أهلا بك حكم العبد الحميد وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيعما رئيس التنفيذي للعمليات بإدارة المنظومات الصديقة للبيئة لدفع يتوجيه الوحدات البحرية بترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة باركونكوك سبل التعاون المشترك في مجال بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة كما نقش الجانبان سبل تعزيز تعاون المستقبلي بين ترسانات وشركات هيئة قناة السويس وترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لرئيس هيئة قناة السويس بالترسانة بمدينة أولسون بكوريا الجنوبية كما شملت الجولة التفقدية بترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة أحواض بناء السفن ومصنع محركات السفن وقطعات الجودة والأمن الصناعي وغيرها في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة عقد وزير التجارة والصناع أحمد سمير لقاء موسعا مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركة البيترو كيمويات القابدة النمسوية وشركة دارسول باكا التشيكية واستعرض لقاء خطة شركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد السوديوم في مصر والذي سيفي باحتياجات السوق المحلية وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط وشرق الأوسط وقارة أفريقيا وقال الوزير إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعملات وذلك بسبب تراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم وهبطت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 32% ليصل إلى 88 دولار وعشر السنتات للبرميلة كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82 دولار و92 سنت كذلك تراجعت أسعار المزوط العالميين بنسبة 69% لتصل إلى دولارين و56 سنت للتر كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل دولار و73 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بالتزامن مع اجتداد القصف الإسرائيلي على شتى أنحاء قطع غزة ووسط تعليمات من جيش الاحتلال بعملات إجلاء جديدة في شمال القطع وخسر المؤشر السعودي 1% وسط انخفاض أسعار النفط عن مستويات لذروة بلغتها في الأونة الأخيرة ووصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي وهبط مؤشر أبوظبي 1% بنهاية جلسة التدول اليوم وخسر المؤشر القطري 5% من قيمته لم يطرأ على الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر خلال التعاملات حيث عوضت مكاسب أسهم شركات تكنولوجيا خسائر البنوك مع تقييم المستثمرين لأثر التجديد النقضي على أداء شركات ونتائجها المالية ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي قليلا بنسبة 1% من 10% وحامى حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع تكنولوجيا بنسبة 2% من 10% وانخفاض قطاع البنوك بنسبة 9% من 10% من حد من مكاسب الأسهم الأوروبية في وولستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسة بالأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تلقيها دعما من تقارير الأرباح المتفائلة من قطاعات أخرى وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3% من 13% من 100% وزيد المؤشر ستاندرد أنبوس بنسبة 28% من 100% وربح المؤشر نازده كالمجمع بنسبة 69% من 100% شاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لحكمة ونوها لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطمة اختتمت وزارة العدل فعاليات المؤتمر الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي التولدي وأثروا على حقوق الملكية الفكرية الذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات ذكاء الاصطناعي نهاية نشرتنا إلى عنوينها خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مدبولي يؤكد جاهزية الدولة بكل الحوافز الممكنة لدعم قطاع الصناعة أبو الغيت يندد بالصمت الدولي وعجز الأمم المتحدة أمام مجازر إسرائيل وفلسطين تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية إذن انتهت نشرة السادسة إلى اللقاء فرمان الله